بسم الله وصلى الله وعلى أسعاد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني وجنا للفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من أنسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه نسمع بعض الناس يقول يد الحلق للبلودان ما حكم هذه الكلمة وهذا المثل الشائع بين الناس أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن هذا المثل وهذه المقولة فيها إساءة أدب مع الله جل وعلا ما ينفعش واحد بيتأدب بأدب الإسلام وينهج ناهي خير الأنام يقول لأخوه أو يقول لزميله أو صديقه يد الحلق للبلودان يعني إيه يعني لو شفت واحد ربنا أنعم عليه وظهرت عليه نعم الله تذكر أن النعمة التي هو فيها من الله إنما تقول له يد الحلق للبلودان معنها إيه أن الله لا يحسن التصرف مع خلقه أن الله يعطي من لا يستحق إياك أن تفعل هذا اعلم أن كل شيء بقدر الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب مالك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب ربنا أراد أن يغني هذا يفعل ما يشاء ربنا أراد أن يذل هذا يفعل ما يشاء ربنا أراد أن يفقر هذا أن يذل هذا لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون حتى ربنا يقول لك في القرآن الكريم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بيبسط الرزق لمن شاء ويمنع الرزق عن من شاء ألم يقل في القرآن نحن قسمنا بينهم معيشاتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون الناس درجات الناس طبقات فضل الله بعضهم على بعض الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا فبنقول للي بيقول هذا المثل أو هذه المقولة يدي الحلأ للبلودان امتنع عن هذا القول ولا تردد هذا القول يا عم الشيخ دا احنا بنسمع الكلام دا من أبأنا ومن أجددنا ومن كذا ومن كذا طيب انت عرفت انه غلط من الآل نبه الناس ونبه أصحاب كلهم لا هذا المثل خطأ فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا وإحنا عايزين نبقى مؤدبين مع ربنا فنسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام وأن يؤدبنا بأدب خير الأنام اللهم أمين يا رب العالمين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته